اشتركوا في القناة اشعارات خاطت كل هذه التجارب نحو الهداف المنشودة وهو ذهب المرموم في اول امسياتي هذه الليلة مع 16 شوط ولكن كأسي دبي كأسي المغفور له شيخ مكتوم بالراشد المكتوم هي زعزعة للشقي حمدان بسعيد بن يابر اكتسحت اول الاشواط بـ 12 دقيقة 6 ثواني 8 اجزاء من الثانية تهانينة والناموس وسلام الى زعبيل السلام الشوط الثاني يحضر المهند صاحبي ثمانية رموز لمالك حمد بن راشد بن حمد بن غدير لسجل التوقيت الافضل في هذا المساء بـ 12 دقيقة وخمس ثواني وستة اجزاء من الثانية تهانينة والناموس وسلام يا مرغم سلام اما الشوط الثالث عادة من جديد شعار الشقي السعيد لينتزع الناموس مع مرعوشة حمدان بن سعيد بن يابر 12 دقيقة 10 ثواني ثلاثة اجزاء من الثانية لحقق الناموس والمركز الاول وكأس اخرى في هذا المساء اما الشوط الرابع يتيهم لول المرشح الاقوى نحو اكتساحي هذا الشوط بندقية الجعدان المحليات الاسائل بـ 12 دقيقة 24 ثانية وجزء واحد من الثانية ثاني من نموس سالم بن عبيد بن مبارك الاجتبي على الفوز وسلام لهالي العين سلام بينما شواط الانتاج وكأس الانتاج ذهب لوسام مع بن هيان حمدان بن سالم بن هيان العامري حيث قطعت النموس بـ 12 دقيقة 9 ثواني وجزين من الثانية تهانين لهالي الهير سلام رعي اليمشى سلام بن مسعود قدم كذلك بندقية الجعدان في هذا اللقاء مع شواط الانتاج والمنتجين ليحقق المركز الاول بـ 12 دقيقة 21 ثانية ثمانة جزء من الثانية تهانين نموس يبن هيان باضافة رمز ثاني في امسية رائعة من شواط الرموز بينما شواط السيارات الاخرى نذهب مشاهدين الكرام في شوطنا السابع عشواهين عبدالله بن حمد بن عود العامري اكتسب الناموس من خلال وجودها على المركز الاول 12 دقيقة ثلاث ثلاثين ثانية واربعة اجزاء من الثانية سلام يا زاخر سلام اما الشوط الثامن حضرت من خلاله بينونا لمالك همانع بن علي بن حماد الشامسي خاطفه هذا الشوط و12 دقيقة 17 ثانية جزءين من الثانية ومهدية اهالي العاصمة الحبيب وضبي هذا الناموس شكرا علي بن سعيد الزرعي الشوط التاسع نذهب إلى مكرم للخزع بن محمد بن قريم العامري قطع المسافة 12 دقيقة 25 ثانية ثلاثة اجزاء من الثانية ليشارك كذلك حفلة الناموس وانتصارات هذا الشعار في المرموم الشوط العاشر نذهب إلى مبلش لمالك مانع بن علي بن حماد الشامسي اضافة نقطة اخرى لهذا الشعار شعار المعالي 12 دقيقة 22 ثانية وستة من اجزاء من الثانية شكرا براشد علي بن سعيد الزرعي والتهنية للمعالي على الفوز بنقطة ثانية اما الشوط الحادي عشر يأتي دور الضبي لحمد بن سالم بالعود العامري اضافة نقطة اخرى لهذا الشعار ب12 دقيقة 27 ثانية وخمسة اجزاء من الثانية قلنا هذا الحال في هذا المساء في انخلال انطلاقاته من خلال كل الاشواط بنقاط ثنائية اما الشوط الحادي الثاني عشر يأتي دور هباشة لمالك ناصر بن عبدالله المسند مقدمة 12 دقيقة 22 ثانية ثمانة اجزاء من الثانية تهانينة والناموس والسلام لها للخور في دولة قطر على هذا الانتصار اما الشوط الثالث عشر يأتي مبعد لمالك ناصر بن مخيت بن نوبي العامري محققا المركز الاول ب12 دقيقة 22 ثانية وستة اجزاء من الثانية تهانينة على هذا الفوز والانتصار اما الشوط الرابع عشر نذهب الى الباسل حمدان بن سعيد من يابر واضافة النقطة الثالثة بعد اشواط الرموز ب12 دقيقة 24 ثانية بالوفاء والتمام والكمال تهانينة والناموس وسلام يا زعبيل السلام الشوط الخامس عشر عالية للدليلة بن حمد بالدليلة العامري تهانينة والناموس وسلام لها للمصانع الجنوبية وهالي الوقن على الفوز والانتصار 12 دقيقة 18 ثانية بالوفاء والتمام والكمال حيث حلقت في ناموسي هذا الشوط بالابداع والامتاع اما الشوط الختامي ذهب مع هالي زعبيل ومع ابن مرانة حيث كانت حاضرة برلين احمد بن سالم بن مرانة 12 دقيقة 20 ثانية جزئيني من الثانية في هذه المسية الريعة وختامها مسك مع هالي زعبيل ومع شعار بن مرانة هكذا مشاهدين الكرام عشنا مع حضراتكم لحظات من الفوز والناموس والفرحة والانتصار والتفوق والابداع والامتاع في مساء الكوز ومساء أمسية هذه الليلة من منافسات الثناية لهجن ابناء القبائل في الساعة السادسة ونصف مشاهدين الكرام هنا مزاد المرموم ومزاد المجموعة العلمية الذي سينطلق مع نخبة من الأصائل ندعوكم دائما لمتابعة الجديد والجميل في قناة دوباي ريسنج لكم شكرا جزيلا على المتابعة من مخرجي هذا السباق تيسير سنابلة وطاقم العمل الغني لقناة دوباي ريسنج من أمام المايك حامد مضويب شامس اتمنى لكم وقات سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة